سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان الخطاب الديني في متاهة التجديد والمجدد في الحلقة دي حنناقش التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأيضا التصريحات الأخيرة للإمام الطيب فيما يخص فكرة التجديد في الإسلام والمجددين ورأيه في التجديد اليوم وردود الأفعال لذلك حنترح بعض الأسئلة مع بعض عن اللي تقال بالأمس القريب وبالأمس البعيد كمان في نفس الأمر بقالنا سنين طويلة بنتكلم في تحديث وتجديد وتنقيح الغطاب الديني والنظرة بعمق كبير للتعليم الإسلامية والقرآن والسنة وأثرها على حياة الناس النهاردة زمان كان في صورة شديدة لأن العالم بيسأل في الموضوع ده والنهاردة في نوع من التغيير فنشوف كده اللي تقال ما بين الأمس القريب والأمس البعيد في الأمر ده من العبارات اللي سمعناها في الأسابيع الماضية بتتكرر كتير جدا هي إن التجديد ده كان دايما موجود وإننا كنا دايما مجددين وإنه ده نهج أساسي في طريق علماء الأظهر التجديد والتنقيح وبعدين طبعا يعني الإمام أحمد الطيب خرج علينا بتصريحات يؤكد فيها إنه ده كان نهجه طول عمر وإن عملية التجديد دي شيء مهم كده خلينا نشوف صورة من صور التويتات اللي هو وضعها يعني خرج بها علينا في الفترة اللي فاتت بيقول كده فيها إنه عملية التجديد في شريعة الله صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الرسخون في العلم وعلى غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع حتى لا يتحول التجديد إلى ما يشبه محاولة للتدمير والتبديد والحقيقة إنه ده رأي من الأراء اللي طالع يتكلم بيها في الأيام اللي فاتت دي اللي حاصل إنه الشيء الإمام الطيب عنده برنامج طبعا يومي في رمضان لاحظنا في الأسبوع اللي فات واللي قابله إنه فيه نهج كده وطريق لإنه يتكلم عن موقفه من التجديد اللي الحقيقة دهاشنا وقدهاش ناس كثير جدا عارفين قراءه في تجديد أو تنقيح الخطاب الديني نذكر لما الرئيس السيسي وقف وطالب علماء الأظهر إنه هم يجددوا الخطاب الديني ويشيلوا المشاكل الموجودة في الخطاب الديني وكانت عبارته المشهورة يعني أنت تعبتني معاك يا فضل الشيخ موجهة للإمام حضبهاد الطيب لإنه موقفه أسارم من موضوع التجديد وتنقيح وتنقيح الخطاب الديني كان واضح للكل عموما الفكرة اللي قدمها هنا بالرغم من إنه بيتكلم عن إنه عملية التجديد دي كانت موجودة وبقى يعني أخذ تريند عالي جدا إنه هو بيتكلم على إنه هو من المجددين إلا إنه يصر دايما على إن عملية التجديد دي لازم يكون فيها تكون قاصرة على الراسخون في العلم وعلى غير المؤهلين تجنوا بالخوض في هذا الموضوع لازم لا على طول لازم يلزق في كلامه إنه من يجدد ومن لا يجدد مين المخول له الأمر ومن يعني يختارهم علشان يقولك أنت مسموح لك إنك يعني تقول رأيك في المقدم ولا لا لازم تكون عالم معترف به من عندهم هم بالتحديد ممكن يكون عالم آخر بيتكلم أو راجل دين باحث آخر بيتكلم في نفس الأمر بس يخلفهم الرأي فيقولك أنت مش مخول لك إنك تعمل كده أنت مش مؤهل فالتأهيل دي عملية كده يعني إيه بنبقى شايفين إنها مطاطة جدا وإنه المتحكم في من المجدد ومن الرصخ في العلم ومن الذي يقول ومن الذي لا يقول هم دايما شيوخ الأسر طيب لما ندخل على حسابه دلوقتي مثلا ونقرأ التويتات المتتالية بدقة حتجد إن في تناقض كبير تويتة اللي أنا لسه أريها لكم دي يجي بعدها أو قبلها تويتات تانية بتتكلم عن إنه التجديد مهم ونحن نناصر ده يعني أنا شايفة عايز أقول إنه أنا شايفة إنه الاتجاه ده أنا مش شايفة بصورة سلبية على فكرة أنا شايفة إنه في بعض الإيجابيات في الإيجابيات بالنسبة لي عشان أكون واضحة جدا إن أنا شايفة إنهما شايفين إنهم عندهم مشكلة وشايفين إنه مشكلتهم ما تحلتش في القرن الماضي ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله بحرصهم على إنهم يشربوا الناس الدين بالمعلقة وشايفين إنهما لازم يوجهوا ده لإنه مش بس العالم الخارجي اللي ابتدى يشوف الحقيقة ولكن أيضا الناس في قلب الدول الإسلامية معترضين ومش عايشين اللي بيقولوا الناس دي وإنه هناك حالة انفصال تام بين ما يعلمه الأظهر والشيوخ في يعني علماء الإسلام مثلا في السعودية ودول إسلامية أخرى وبين ما يفهمه وعايز يعيشه الشعوب الإسلامية فيه انفصال والناس بقت فهمة إن المشكلة عندكم يعني لما نحاول نجدد في حاجة زي مثلا في المنظومة الإسلامية دي كلها عايز أديكوا صورة زهنية كده بصراحة يعني أنا شايفة إن اللي بيحاول يجدد في المنظومة الإسلامية هو بيحاول إنه يجدد مبنى أي للسقوط شوفوا الصورة اللي جاية دي المبنى الذي أصبح غير صالح للاستخدام الأدمي أو غير صالح للاستخدام في الأمر اللي تبانى عليه لي فشوفوا أنا حطت لوكوا الصورة دي وفيه صورة تانية دلوقتي المخرجة هيحطها عنها فيه تحذير كبير قوي اللي بالبرتقاني ده بيقولك ممنوع الاقتراب من العقار حيث أن العقار آيل للسقوط لكن المشكلة إنه الناس قاعدين تحته ولسه بيبيعوا الحلويات ولسه بص الصورة اللي جاية دي بقى العربيات ماشية من حواليه والناس عايشين لسه في هذا المبنى الآيل للسقوط لكن المشكلة إنه هذا المبنى الآيل للسقوط سيسقط يوما بالناس اللي فيه شايفين يعني واحد قاعد بالشباج بيتفرج عادي يعني عايشين حياتهم وهم عارفين إنه هم في خطر ده الصرح الإسلامي أصبح هذا المشهد اللي إحنا شايفينه الشباب بيقولوا إنه فيه جامع كمان وزاوية تحتي يعني ده يعني وهو المطلوب إثباته أشكركم الواقع إنه دي مش نقطة ولكن لو فكرت فيها هتلاقي إنه الناس شايفة إنه هناك مشاكل كبيرة في الحياة الإجتماعية والإنسانية لما نيجي نربطها بالقواعد الإسلامية مش نفعة مش ركبة على بعضها وحنشوف الكلام ده في كلام الأمير محمد بن سلمان في كلام شيخ الأزهر نفسه بص بقى الراجل اللي رد على شيخ الأزهر بيقول له يا شيخنا الفاضل مصطلح التجديد ده لا يصلح في شريعة الله لإن البالي هو الذي يحتاج التجديد وتداول هذا حقف عندي دي وقولك البالي هو الذي يحتاج التجديد أنت شفت صح وشيوخ الإسلام شايفين صح الإسلام أصبح مجرد منظومة بالية لا تصلح لاستخدام الأدمي الآن لأنها بقت خطيرة على حياة الإنسان حياتك الروحية وحياتك العامة والإنسانية والعملية وحنشوف إزاي لكن يلزق في كلام الراجل ده هو نفسه بيكمل ما ينفعش إنك تقول كده عشان ده هتفتح علينا باب الفتنة علمتوهم كده الأخ حسام شاف المشكلة شيخ الأزهر المتخصص الذي يفند كلامه بالحرف قال إحنا محتاجين التجديد وإحنا محتاجين الخبراء الراسخين أهو الخبير الراسخ بيقول إحنا محتاجين التجديد فرد عليه العامي بقى اللي هو يعني اللي من عامة الناس وقال له منفعش تقول كده عشان لو قلت كده أنت بتتكلم عن منظومة بالية هتفتح علينا باب الفتنة الناس فهمة بس مش عارفة توافق الأمرين مع بعض المبنى الإسلامي المتهالك الآيل للسقوط سيسقط في يوم من الأيام مهما حاولت أنك ترنمه ترممه ما ينفعش حاول أنك تلزق حيطة ولا تحط عمود هنا ولا تحط عمود هناك في الآخر حيسقط لأنه أساساته خوخت شوف يعني ردود الناس على الشيخ الأزهر في التويتات اللي هو بيتكلم فيها عن موقفه من التجديد دلوقتي الناس مش عارفة توافق بين اللي كان بيقوله زمان وموقفه المتشدد من حماية الفقه والتراث والشريعة والسنة وكذا وكذا وقال الله وقال الرسول والكلام ده كله الموقف المتشدد ده إلى النهاردة ابتدى يفتح الباب ويقول يعني والله يعني أنا ما كانش قصدي يعني بس دي مش زلت لسن واحدة دي زلت زلالات كتيرة علشان كده يرد عليه الرجل ويقوله البالي هو ما يحتاج للتجديد والواقع يثبت الاحتياج الشديد لذلك خليني أروح بسرعة كده للفيديوهات اللي حضرتها لكم النهاردة أول فيديو هو مهم جدا اللي ابتدى الموضوع ده كله هو فيديو الأمير محمد بن سلمان اللي عمله وهو بيتكلم عن المخطط لعشرين تلاتين وإيه اللي توقعه وكده حين يعني شاهدت الفيديو كله وشفت إنه الراجل بيتكلم بمنتهى العقل وبيتكلم برزانة حافظ وعارف وفاهم هو بيقول إيه إيه الحاجات اللي بيجددها والقرارات اللي عملت آثار كبيرة في الانفتاح الاقتصادي اللي هو كان يعني أحد الأسباب الرئيسية فيه الاتجاه للتجديد في السعودية جاب لنا حريات كثيرة للمرأة السعودية تعديلات كثيرة في القوانين اللي بتساعد المرأة السعودية إنها تعيش حياة معقولة يعني رفع القوامة رفع الحظر عليها إنها تعمل في يعني أعمال مختلفة النهاردة المرأة السعودية بقت بتقف بتخدم في الخدمة العسكرية بتساعد في الحرم بتسوق براحتها ممكن تخرج من غير العباية يعني فيه تغييرات كثيرة تغييرات جوهرية وأساسية وتغييرات أعطتها الحق إنها تعيش حريتها بقدر ما تقدر تسافر لوحدها تقدر تعيش لوحدها يعني إلى مع بعض الضوابط اللي لسه يعني تعتبر عوائق ولكن تقدم كبير اللي قام به الأمير محمد بن سلمان شفنا من الفيديو ده إنه كان يعني عنده مخطط واضح بس خلينا نسمع لما المزيع بيسألوا عن يعني إيه مساحة إحنا شايفين تغييرات إيه مساحة وتأثير الشريعة بقى في الدولة خلينا نشوف الفيديو الأول هذا يقودني لسؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة يعني على مستوى الدستور على مستوى القضاء على مستوى الفضاء العام على مستوى حريات الأفراد مثل ذكاتك الدستورنا هو قرآن كان والآن وسوف يستمر للأبد ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية إحنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر لكن في الشأن الاجتماعي الشأن الشخصي إحنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها القرآن بشكل واضح يعني لا يجب أن يطرح أقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة المزيسة السؤال في منتهى الزكاة إيه تأثير الشريعة على القوانين الدستور قال الدستور الأول قال الدستور وكأن هناك في انفصال بين يعني هناك قوانين مدنية بتوضع دلوقتي أو موجودة يمكن ما بيدخلش فيها التشريع الإسلامي دي كانت حاجة لفقتت نظري هل دي خطوة قادمة في السعودية يمكن لكن السؤال بذكاء إنه هل الشريعة الانفتاح ده اللي هيحصل هيأثر إزاي على حياة الناس على الفضاء العام على قوانين الدولة بصورة يعني مباشرة فطبعا اسمه الأمير الرد السؤال الرد التقليدي القرآن هو دستورنا أوكي والمجلس الدولة والحكومة والملك كلنا موافقين على ده وحنطبق القرآن أوكي ده الرد العام والسنة برضو لزقها فيها لكن المهم في الفيديو ده كله إنه في الآخر ختموا بإيه لكن بشكل فردي وشخصي إحنا لنا تصريف آخر فالأمير سب الباب مفتوح إحنا لنا تصريف آخر بشكل فردي وشخصي وربطوا بإنه الحاجات اللي لم يرد فيها أحكام بصورة مباشرة في القرآن إحنا هي دي هناخد بيها ولكن هناك أحكام أخرى في القرآن ارتبط فيها تصريف في السنة دي برضو هنبص لها فسبب الباب مفتوح من الناحيتين كالعادة السوبر ماركت الإسلامي المفتوح الشكل الأساسي إنه هو ماسك على إنه القرآن دو السنة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونشوف تطور الحديث وهو بيقول إنه إزاي ده هيحصل والتنقيح والتنقية يبتدي يحصل في تعاملهم مع سيطرة الدين أنا بحط عبارة من عندي يعني سيطرة الدين على الدولة نشوف الفيديو اللي بعد طبعا لما أتكلم على نص صريح من السنة أغلب المدورين الحديث في تدويراتهم صنفون حديث بلا عن تصنيفهم بالخاص مثل البخاري والمسلم وغيرها إنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف لكن في تصنيف آخر هو الأهم اللي هو الحديث المتواتر والأحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الحكام وستنباطها من ناحية الشرعية فلو أتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة 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 مجموعة أشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الحديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع الاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث طبعا الحقيقة الأمير قدم يعني تفسير مبسط لإيه هو الحديث المتواتر وحديث الأحاد والحديث الفردية والحسن والضعيف والكلام ده كل لكن حركز على المتواتر لو أخدوا الحديث المتواتر فقط هو قال بنفسه هو قليل جدا وده حيربطه بينه وبين التعليم اللي في القرآن أو النصوص اللي في القرآن اللي يجب أنها يؤخذ بيها في نظرهم يعني ضع ده على جانب وانظر إلى كم الأحاديث الموجودة في الكتب الإسلامية وكم الاستنباطات لل يعني للتشريعات اللي بيقتبسوا منها من هذه الأحاديث اللي ممكن تبقى أحدية أو فردية أو القليل 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 هو الحديث المتواتر المفروض أنه جاي عن محمد اللي هو برضه عن جماعة لجماعة 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 لحد ما يوصلوا لمحمد ده اللي جاي من مصدره محمد على طول إذا قدروا يثبتوا يعني إثبات قطحي يعني لعبة التليفون هي برضه مازالت تتحكم في هذا العمر يعني أنت حتى بالحديث المتواتر ده ما تقدرش تثبت أنه ده حقيقي بالكامل برضه مش كده عندنا مشكلة لكن بص بقى لكم الأحاديث الموجودة النهار ده واللي مثلا منها البخاري ولا مسلم ولا ده ولا ده هتلاقي أنه يعني ملايين الأحاديث غالبا يعني وكل ده يتدخل في حياة الإنسان اليومية يتدخل في قوانين الدولة يشكل مشكلة السعودية مثل جيد ليه يا جماعة الحلقة دي أنا يعني حيب شارك قلبي معاكم كست كنت مسلمة أرى مشكلة ومعضلة أهلي اللي عايشينها مع قوانين تقيد حريتهم وحقهم في معرفة الله عارفين السعودية مثل جيد ليه لأنهم لما الإسلام يعني هم المنبع لهذا للفكرة دي للمنظومة دي سيطر عليهم 1400 سنة لو لم يكن يعني هناك الفلوس اللي جاي من النفط والتقدم الحضاري اللي جاي من الفلوس أو التقدم اللي جاي من توفر المادة لإعانة هذا الشعب لظل هذا الشعب فيه ظلمة غير عادية وأشكر الله إن ده حصل وإن الله أغنى البلد دي عشان يفتح لهم باب آخر للمعرفة الحقيقية لكن فضل الإسلام مسيطر على العقول وعلى القلوب ومسيطر على حياة الناس وقافل الدنيا على تلت تربع الناس اللي في السعودية وهي المرأة تلت تربع البشر اللي عايشين في السعودية هما المرأة والأطفال فضل الإسلام والقرآن والحديث وكل الأفكار اللي جات لنا من عندهم والوهابية واللي تصدرت لبلاد الإسلام كلها اللي حواليهم ده من باعه فأنا أنزل القرآن والأطفال الله سلم طبق على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد يعني مثلا لمن قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ لجل الله بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا الكرآن الله سلم مثل ما ذكرت طيب الحقيقة أنه المقطع ده عجبني أنه بيقوله طب أنت هتاخد أنه منهج يعني يعني مين اللي هيفصر لك أديمش على المنهج الوهابي ولا لأ لما أما الأمير محمد بن سلمان يقوله يا طويل العمر يعني يعني مش معقول بقى ازهقنا يعني استنى كده ربنا ادانا عقل حتى ولو الكلام يدبع بأنه لسه هنبص للقرآن والسنة ولكن هناك أمل أنه العقل اللي ربنا ادهولهم ده والقلب المحتاج أن يعرف الله الحقيقي يدي مخرج لهؤلاء الناس لأربعتاشر قرن ربط الدولة بالدين وضع الناس في مأزق القوانين الإسلامية لم تحل مشاكل الناس علشان كده النهاردة فيه تغيير على فكرة الموزيع بعد كده سألوا عن يعني عن القوانين الأحوال الشخصية وانا ما جبت الكومش المقطع ده لكن عايزة أكلمكم فيه لأنه سألوا انت هتعملوا ايه في قوانين الأحوال الشخصية فقال له بمنتهى البساطة كده يعني هو بيقول له أنا مش هعيد اختراع العجلة العالم كله عنده قوانين بتحكمه كم مرة قلنا انه عندما يواجه القانون مع الشرع الإسلامي تلاقي انه هناك دائما مشكلة معضلة يتصادم الاتنين على طول العالم كله وضع قوانين علشان يساعد الناس انه هم يعيشوا حياة مقننة منظمة طب ليه احنا ما ناخدش بالقوانين دي ونطبق الشرع على يعني في امور محدودة ده الخلاصة اللي بيقولها الأمير لكن قال حاجة تانية مهمة جدا لازم ننتبه لها قال انه انا مش اختراع العجلة لانه الناس عندهم قوانين ماشية فيجوا يدخلوا بلدنا وإحنا بنقول ان احنا عايزين سواح ينزلوا البلد وعايزين الاقتصاد بتاعنا ينمو وخاصة من ناحية السياحة لانه النفط هيخلص هيخلص فلوس النفط هتروح هنعيش منين احنا عايزين البلد تنمو اقتصاديا وعلميا وتتقدم فيجوا الناس اما نيجي نقولهم انه لازم تمشوا على قوانين الشريعة الاسلامية هيقولولنا انا احنا مش عارفين نعيش عندكم مش هنشتغل معاكم الاسلام يفصل بين الناس وبعضها لانه الاسلام يعيش بالمنظومة الاسلامية والفكر الاسلامي فقط اللي بقى دلوقتي ما ينفعش انه يعني يندمج مع العالم او يتواصل مع العالم انا مش هعمل اختراع جديد انا مش هعيد اختراع العجلة خلينا نشوف في التويتر اللي جاية الامام الطيب بيقول ايه على الشريعة الاسلامية اللي اثبتت نجاحها لا اللي بعدها كان فيه واحدة غير دي ده رد الرجل بيقول بقى ايه لقد نزلت الشريعة الاسلام الى ارض الواقع واسبتت نجاحها في مجال التطبيق وشكلت تشريعاتها حجر الزاوية في اشادة صرح حضاري شامخ طال عنان السماء في مدى زمني قصير يعني يعني هل شيخ الازهر لا يرى ان الشريعة الاسلامية تتصادم تماما مع الحضارة وما وما نزلتش على ارض الواقع وصلحت اي حاجة بل بالعكس احنا معضلتنا اليوم تتصادم مع الشريعة الاسلامية فين النجاح اللي حضرتك بتتكلم عنه العبارات المطاطة الرنانة الكبيرة اللي بيتكلموا عنها دي يعني دي كلمات جوفاء لما تتصادم مع حياة الناس خليني اديكم مثل لما نتكلم عن قانون الاحوال الشخصية في مصر وتبقى الخناءات كلها على اطلاق شفهي ولا لأ الراجل يقول لمراته انه تجوزها ولا لأ وإلى يعني إلى الأمس القريب كانت الخناءة على شاشات التليفزيون كلها بيتكلموا عن انه ازاي الله يدي حق للراجل انه يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة والراجل لازم يستأذن مراته او الستة لا تقبل انها تكون زوجة تانية خناءات لان ده يصطدم مع طوبة شرعية انها سميها بقى بعد كده طوبة شرعية في فرق بين الكلام الرنان وتسواء يعني انك تقول بمنتهى الجراءة ان الشريعة الاسلامية نزلت لارض الواقع وغيرت وعملت فين الاثار ده الاثار ده من التحضر على حياة الناس شوف من ضمن العبارات الرنانة اللي بتستخدم دي واحدة لكن عبدالله الرجدي بقى من ضمن بقى الناس الهيصة في النص عمال الاول اتخض لما الامير محمد ابن سلمان اتكلم في موضوع الحديث والسنة والاخذ بالقرآن وحديث او حديث لا او الكلام ده كل وبتدأ يعني يرد بشدة وبعدين راجع نفسه بقى ولما نفسه لما يعني لقى انه مش معقول يغلط في الامير يعني وبعدين شيخ الازهر جي بعدها وعمل بقى حتة انا كمان حقيقي بحب التجديد دي فابتدأ برضو عبدالله رشدي يدخل في نفس الرجل ويحط النا بقى كل يوم يروح تطلنا حكتين تلاتة زي دي النهار ده وحط الدماء في صدر العلمانيون في سنوات يسطحوا اهل العلم بالشرع في بضع كلمات يعني انت لما اما تقدم لنا بيت شعر ولا حتة سجع ولا كلمتين كده هنصدقك يعني انا عايز الشرع الاسلام اللي يقطع الايد ويحج بالست ويقعدها في البيت ويجيز الطلاق الشفهي والكلام ده كله علشان ده ماشي معاك طبق الحدود على كيفك لكن واحد يجي يقول لك طب ما تيجي نعمل حلول اجتماعية حقيقية تساعد الناس على انهم يعيشوا حياة تحت طائلة القانون بس مش لازم يكون يعني تحت طائلة القانون يدخل فيها سيف انت قاعد في العصر الحجري ويجي تقول لي انه اهل العلم والشرع يصلحوا مش عارف ايه اللي بقوا وزول علمانيين ببضع كلمات خلينا نشوف ازاي شيخ الازهر بيراجع نفسه ام بيناقض نفسه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده من الحلقات اللي بيقدمها شيخ الازهر الايام دي في رمضان عشرنا في الحلقات السابقة الى ان الدعوة لتقديس التراث الفقهي ومساواته في ذلك بالشريعة الاسلامية تؤدي الى جمود الفقه الاسلامي المعاصر ونقول اليوم انها ادت اليه بالفعل في عصرنا الحديث نتيجة تمسك البعض بالتقي الحرف بما ورد من فتاوى او احكام فقهية قديمة كانت تمثل تجديدا ومواكبة لقضاياها في عصرها الذي قيلت فيه لكنها لم تعد تفيد كثيرا ولا قليلا في مشكلات اليوم طيب شيخ الازهر بيقول انتبه الحتة دي الدعوة لتقديس التراث تؤدي تؤدي لجمود الفقه ده ما كانش كلامه السابق وحنشوف دلوقتي التراث شيء مهم جدا عند شيخ الازهر وشيخ الازهر عموما لكن خليني زي ما قلتلكم يعني حتة الطلاق الشافهي والكلام ومشاكل قانون لأحوال الشخصية انا يعني هدخل في موضوع اتكلمت في على معظم البرامج التلفزيونية اتكلمت فيه وهو قضية هانا وجزها المسلسل بتاع لعبت نيوتن هانا جزها طلقها شافهي وكانت حامل وولدت وهو مطلقها فحسب الشرع العدة بتاعتها تنقضي بولادة الطفل اكي فاتجوزت اللي هو الشخص اللي قابلته في امريكا ودلوقتي بقى عندها مشكلة هي متجوزة اتنين ولا مش متجوزة اتنين انا عايزة يعني اهني بصراحة الكاتبة اللي كتبت هذا المسلسل بحرفية شديدة وحقيقية جدا لانه ده ناتج التفنيد والفتاوى والتشريعات الاسلامية والجمود الفقهي الموجود حقيقي على ارض الواقع في حياة الناس قد ايه تكلمنا على مثلا نقطة مهمة جدا الحقيقة النقطة دي بيضايقني جدا هي موضوع الطلق عموما يعني بيضايقني جدا لانه لك انت تخيل انه واحدة ست يجوزها يقول لها انتي طالق انا طلقتك ومش عايز تشوف الشكتاني بس ما هاش ورقة في ايدها وان يرجع يقول لها سوري انا رديتك يعني تعيش ازاي لا عارفة اللي دخل عليها ده جزها ولا مش جزها ممكن يطلقها بسره ويدخل عليها بردو ما تبقاش عارفة هي متطلقة ولا متجوزة فالقانون ممكن يقول لك لا الطلق لازم يكون بورق وصورة مدنية ولازم يفصل في هذا الامر عشان يكون الطلق جائز لكن الشرع يقول لا مش ممكن لانه هو محمد قال الكلم طلقتها خلاص طلقتها بالني ده بيوريك انه التراث الموجود اللي لسه لحد النهاردة لحد النهاردة مفيش قانون في البلد اللي فيها الازهر بيقولك انت لازم القانون يقول انك تسجل للطلق لحد النهاردة المشكلة موجودة وقائمة فمين بقى اللي بيقدس التراث ويؤدي الى جمود الفقه انت برضو يا شيخ الازهر مش كده الان يجب ان احنا نعترف كما اعترف شيخ الازهر في الفيديو اللي فات ده انه المبنى ايل للسقوط ويعرض حياة الناس الخطر وانه المشكلة في مش بس الفقه الموجود لكن المشكلة فيكوا انتو يا قادة الشعوب الاسلامية جميعا ان لم تعترفوا ان في هذه المنظومة خطر كبير على حياتكم وحياة الناس انتو يعني في موقف صعب انكم مش بس بتتحكوا على الناس انتو بتتحكوا على نفسكم كمان خلينا نشوف الفيديو اللي جاي والدكتور انا مش عارفة فيه تويتا ايه وريها نياسي اه اوكي شكرا بيقول الشيخ احمد الطيب في التويتا دي خليني اخذ دقيقة معها بيقول انه اخطر العقبات في التجديد هي فتاوى عتيقة لم تعد تنفع المسلمين اليوم والترويج لفتاوى ماجنة تصدر عادة اما من جهلاء بالاسلام وعلوم واتراثه يقومون بدور معين مرسوم في تشويه مقدسات المسلمين او من منتسبين الى العلم وهكذا فحوى التويتا دي هو بيقول ايه انه انه احنا عندنا فتاوى عايزين ال 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 عايزين ال نظرتك من انك تبص على انه المشكلة في الفقه اصلا وفي التشريع اصلا وفي القوانين الاسلامية اصلا الى انه يقولك لا احنا عندنا مشكلة في الفتاوي اللي بتطلع ناتجة عن هذا التعليم لا اذا ما كانش الاصل في يعني حاجة مش مظبوطة يزم يكون الاصل مش مظبوط عشان يطلع لك ناتج مش مظبوط ومشكلة دي مش تفسيرات الناس يعني حضرتك بتتكلم على فتاوى عتيقة لم تعد تنفع مثلا زي ايه زي مثلا فتوى رضاع الكبير يعني فتوى رضاع الكبير النهاردة دي يعني في الوقت اللي طلعت فيه طلعوا الناس قالوا ايه الشيخ قالوا ايه صحيح دي موجودة وجبنا اصولها وشفنا هي جاية منين مش ده حديث عن محمد مش ده حدثة حقيقية حصلت مش ده تشريع موجود وهل النهاردة زي قصة هنا والجواز بعد ما نقضت عدتها دي ممكن واحدة كمان تقولك انا استخدمت موضوع رضاع الكبير ده في اني اتبنى الولد اللي عنده سوعتاشر سنة ده حتقول لها لأ مش ابنك ما تقدرش ما تقدرش حتقول لها بقى ابنك وخمس رضاعات مشبعات وكل حاج سامحوني الموقف اللي اتصور في لعبة نيوتن والجميع واقف يعني ده شرع ربنا ده شرع ربنا حتى البنت اللي كانت شكلها ملهاش اي علاقة بالدين اللي هي هنا ولا هي متطرفة ولا اي حاجة اول ما لبست الحجاب وتجوزت الراجل ده بقت كمان بتتكلم تقولك ده شرع الله انت هتخلف ربنا وبقى حتى شكلها متشدد زي يوم ودي مقصودة لانه ده حقيقي حتى الانسان اللي مش متدين لما يقف امام الشرع هيخاف هو الشرع بيقول كده طب عمل ليه جوايا بيقول ان ده غلط بول البعير هتقدر تقول حضرتك ان بول البعير اللي شربه الرسول واتباعه غلط ما تقدرش ما تقدرش هو ما نعملهاش النهار ده بس لسه بيعملوها في السعودية يعني مشكلة كبيرة اوكي فالمشكلة مش في الفتاوي ولا في تصريفات الناس انت قلت يعني ممكن ناخد امثلة كثيرة جدا 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 خلينا نشوف الدكتور الطيب يتكلم عن عايز يورينا الحقيقة انه في الفيديو ده يتكلم عن عدة اشخاص فهو عايز يورينا انه يعني كان فيه دائما مجددين خارجين من الازهر ومصر مليانة بالمجددين فخلينا نشوف الدكتور محمد يوسف اللي بيكلم عنه ثم جاء احد الاساتذة في الازهر الشريف وكلية الحقوق وهو الدكتور محمد يوسف موسى رحمه الله ونشر في مجلة الازهر في مايو الف تسعمية تلاتة وخمسين مقالا ضافيا بعنوان كفانا تقليدا في الفقه ينحي فيه باللائمة على علماء الازهر وعلى زملائه من اساتذة كلية الحقوق وهم يرددون المقولة الشهيرة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ويكتفون بمجرد الترديد ومداعبة الاحلام والامان دون ان يخطو خطوة واحدة على طريق تحقيق هذه البقولة وانزالها الى الارض وتطبيقها على واقع الناس وحياتهم طب الله يخليك معلش يعني انا ممكن معلش خلص على الفيديو ده اللي هو بيقول فيه انه المشكلة في الناس اللي بيتحكوا على الناس ويقولولهم انه الشرع كويس وبيصلح لكم كل حاجة حطلنا كده تاني التويتا دي بتاعت شيخ الازهر لقد نزلت شريعة الاسلام الى ارض الواقع واثبتت نجاحها في مجال التطبيق وشكلت تشريعاتها حجر الزاوية الكلام ده مش هو نفس الكلام اللي كان الدكتور محمد بيقول ان الناس بتقوله لكن مالوش مالوش اثر حقيقي في ارض الواقع اهو شيخ الازهر نفسه بيقول نفس الكلام وجاي يقول لنا بقى مش الكل شايف تويتر فبقى التلفزيون بيقول لنا انه اهو احنا عندنا ناس بتقول كده ومجددين برضو وكل حاجة وهو اخذ على علماء الازهر ان هم بيعملوا كده وبيقولوا ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان حضرتك بتقول نفس الكلام وبيخالف الدكتور اللي هو بياخد منه اللي بيتبهى بيه هو مش بياخد منه واللي بيتبهى بيه خلينا نشوف اللي بعد كده وكان رحمه الله يرى ان السبب الاكبر في هذا الجمود والعقبة الكبرى التي تقف سدا منيعا في طريق التجديد هي عقبة التقليد الذي ران على القلوب والعقول منذ قرون طويلة وان كان يضيف علة اخرى لا تقل خطرا عن علة التقليد يسميها الطفرة في الرغبة في الاجتهاد والتجديد بفتح الابواب لكل من هب ودب ممن ليسوا اهلا للاجتهاد وممن يرون انه انا الاوان لهذا الباب ان ينفتح على مصرعيه بعد طول اغلاق وان نجتهد ونستحدث ما يناسب العصر الذين يعيشوا فيه انا عايز اعلق سريعا عشان نفسي تشوف التلات فيديوهات اللي جايين دول بصوا بقى هو بيقول لك انه المشكلة انه الباب تفتح لكل من هب ودب مين من هب ودب احنا يعني مثلا انا زينا ولا راجل الشارع اللي بيقول انا الموضوع ده مش نافع حياتي ادوني طريق تاني فهموني ليه انا بعمل اللي بعمله ده والقوانين اللي انا ماشي عليها دي مش نافعاني البلاد اللي يعني ركبها الظلام لانه التشريع الاسلامي هو ما يحكمها نشكر ربنا ربنا خلص السعودية عقبال باكستان وافغانستان اللي مسكهم الطلبان انا كمان هعمل سجع زي عبدالله رجدي فيه ايه مين هما من هاب ودب هو مش الدين لكل من هاب ودب برضو هو مش الدين المفروض انه تلامس من ربنا لكل انسان انا من حقي اني افتح الكتاب المقدس واقرأ كلمات الله واسأل روح الله واقول له رب غيرني علمني فهمني ما عنديش حد بيقولني لأ لكن انتو بتخافوا من الانسان الفاهم تقصد العلمانيين مثلا اللي بيقوله طب يا عم ايه مش يعمل اللي انت عايزه بس سيبنا نعمل اللي احنا عايزين وكمان تقصد مين بمن هب ودب من جعلكم اوصياء على خلق الله وعلاقت وعلاقتهم بالله العلاقة بالله علاقة شخصية مين اعطاك الحق انك تشاور علي وتقول اني لم اختار ان اعيش تحت هذه المنظومة الظلامية اني يجب ان اقتل مش من حقك ايماني بالله يخصني ايمانك بالله يخصك لا تفرد علي ولا تفرد علي ان لا افكر المنظومة دي بتحمي نفسها لان الناس لما بتفهم انكم بتنقلوا انفسكم وبتتكلموا من ناحيتين من بقوك وكذا ما كتاب بيقول ان الشخص اللي بيتكلم هنا بصورة وبيتكلم هنا بصورة شخص مخادع وكدب ولا يستقيم امام الله انتو بتعملوا كده خلينا نشوف في الفيديو اللي جاي عمر اديب والانبهار بالترند الكبير اللي حاصل انه شيخ الازهر دلوقتي بيقول انا من المجددين وايه الناس بقى ابتدت تفتح الصفحات القديمة تفضل اليوم عندما يذكر فضلط الامام هذه الحقيقة العلمية التي طالما غابت عن كثير من المسلمين في خطابنا الديني تصحيح وبداية تصحيح حقيقي وعودة الى الواقع الذي يجب ان يكون النهاردة عندما يؤكد فضلط الامام في حلقاته هذا ما كنا ننادي به ان خطابنا الديني كان يفتقد الصدق والامان يعني بدون قطع الكلام حضرتك انت ترى تحولا في خطاب شيخ الأزهر يعني هو ده المهم لانه هو ده الخلاف اليوم بالتأكيد بالتأكيد هو دلوقتي عمر قديب بيقول بيسأل مين بيسأل سعد الدين الهلالي اللي بهدلوه شيوخ الأزهر وبيقولوا عليه ما في الخمر لان الراجل بيقول اللي موجود انا لا يعني لا اؤمن بأسطوب سعد الهلالي ابدا في تفسير القرآن بس هو ده الحقيقة وهو ده الموجود فعلا سوبر ماركت الاسلام اللي تقدر انت تاخد منه ده زي ما انت عايز وده زي ما انت عايز لان القائم عليه ليس الله الروح القدس اللي بيعمل في قلب الانسان ولكن بشر وافراد والفكر اصلا شيطاني فسعد الهلالي النهاردة جات له الفرصة انه يقول لا ده الاتجاه الصحيح بس اوه وتنسوا القديم انتو بهدلتوني لما انا قلت انه ده الاتجاه اللي مش صحيح لكن انا بأوريكو بقى انه السابق لشيخ الازهر وغيره لم يكن مع التجديد النهاردة الامور اتغيرت شوف الفيديو اللي بعد كده من فضلك ونشوف ازاي سعد الهلالي ورانا ايه اللي حصل هناك يعني هذكر اذكر سيادتك في تاريخ 15 مارس 2016 عندما كان فضلت الامام في اوروبا البرلمان الاوروبي وقال بالحرف الواحد والمقال موجود في النت لمن يريد ان يصل اليه يقول بالحرف الواحد واستسمحكم ايها السادة البرلمانيون ان اقدم نفسي لحضراتكم بحسباني رجلا مسلما تخصص في دراسة الاسلام وفهمه كما اراده الله للناس وكما بلغه لهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ها اعيد عليك السؤال للمرة الثالثة هل ترى ما قيل اليوم لانه هذا مجال تخصصك ما قيل اليوم هو تغير وتحول واضح في موقف فضيلة شيخ الازهر عن ارائه السابقة فيما يختص بال يعني التراث والتراث الفقهي هل تراه تغير بالتأكيد نوع من التغير عمري الشيخ الازهر في البرلمان الاوروبي ده غير طبعا في البرلمان الاوروبي احنا عملنا عليها حلقات قبل كده هو قال اكاذيب غير عادية بس انا هقف تاني عند المقولة اللي قدم بها نفسه دي هقف لكم تاني بيقول كده استسمحكم ان اقدم نفسي على انه رجل مسلم تخصص في دراسة الاسلام وفهمه لحد هنا اوكي وبعدين كما اراده الله للناس وكما قدمه الرسول يعني حضرتك مستلم بالوحي انت دارس واخد كما اراده الله بالناس وكما قدمه الرسول يعني انا متأكد ان انا بقدم لكم الخلاصة انا المنبع انا المصدر اكي ودي حاجة خطيرة جدا لانه اي انسان يعني وانا بدرس الكتاب المقدس مثلا وانت بتدرس الكتاب المقدس بنوقف قدام حاجات فنفتح الكتاب المقدس واجيب تفسير الفلاني تفسير قديم وتفسير جديد وتفسير حديث وتفسير من هنا وتفسير من هنا عشان افهم الكلمة وارجع لمعنى الكلمة الاصلي والكلام ده كل لكن في الاخر لما اجي اقدم خلاصة على البرنامج هقول لهم هقول لكم انه ده اللي الله ورهولي من هذا النص ده اللي الناس قالوه لكن ده اللي الله ورهولي انا بصفة شخصية لا يحسب عليكم ولكن يجب انكم تاخدوا الكلمة اللي نفسكم مع الله مش انا اللي مستلم من ربنا وسلمكم نص لا يتغير دي الوصاية بقى على الناس في الدين وفي الفكر وفي كل حاجة خليني عايزة اشوف يعني السؤال هل انتوا شايفين انه الشيخ الازهر تغير اه فقال له نوع من التغيير اكي عارفين لو كان الامام الطيب قال صراحة انا غيرت رأيي لكان الامر اختلف ولكان الناس كلهم احترموا ما قالوا ووقفوا وقالوا ممتاز نبتدي صفحة جديدة الفرق كبير جدا بين الامير محمد بن سلمان اللي عارف انه هو بيخلق حاجة جديدة في بلده هو بيخلق منظومة جديدة في بلده بيحترم القديم ولكنه سيخلق شيء جديد لا يفصلوا عن العالم اما الامام الطيب فهو النهاردة كده لكن لا ننسى الامس القريب برضو اللي هو كان السنة اللي فاتت 2020 المقابلة اللي كانت بينه وبين الدكتور الخشت خلينا نشوف الفيديو الأخير لابد من تجديد علم أصول الدين بالعودة إلى المنابع الصافية القرآن الكريم وما صحة من السنة النبوية المطهرة فالتجديد يقتدي تغيير طرق التفكير وتغيير رؤية العالم وتغيير رؤية العالم يجب أن تقوم على رؤية جديدة عصرية إلى القرآن الكريم ربما لا يعرف الكثيرون ما بيني وبين الأستاذ الدكتور الخشت من علاقة قديمة ومناوشات أيضا قديمة بيني وبينه ولولا أنه طلب وقال لو أنا بأقول غلط ولولي ما كنت سأسهم بهذا أو هذه الملاحظة السريعة ويعدك أن أكون فيها إن شاء الله طيبا شوف اللطافة بقى أنا حتطلوكوا المشهد ده ببساطة كده علشان أفكركم بالمقابلة أنا عملتلكوا عليها حلقة قبل كده وتكلمنا فيها الحقيقة أنه المقابلة بين الاثنين أو الحديث اللي دعر بين الاثنين أو الردود المتبادلة بين الاثنين كانت يعني كان سجال دامي وما كانش لطيف أبدا فيه وقال له أنت يعني لازم ترجع برضو للمتخصصين ولو كنت أعداد تأعداد مش عارف إيه ما كنتش قلت كده بفكركم بس إنكم ترجعوا لكيف دافع شيخ الأزهر باستماتة عن التراث وعن حقهم في حماية الدين أوكي وإنه فكرة التجديد دي أحنا يعني أنا حاطت لها ناس متخصصين برضو الكلام ده حصل فالتغيير اللي احنا شايفينه النهاردة ده هل هو تغيير حقيقي ولا مش حقيقي ولا حيتغير معها تغيرات العصر هل قيادة السعودية في الطريق الجديد اللي غير الشيوخ اللي جوه السعودية النهاردة غيروا أرأهم الكثيرة اللي كانت موجودة وما بقوش يتمسكوا بيها لأنه المنظومة الدولة بقت مختلفة الفكر في هذا الاتجاه شوفوا في حاجة قالها الأمير محمد بن سلمان بيسأله أنا الحقيقة مش حاخد التويتات اللي فضلة دي خليني أركز في النقطة الأخيرة الأمير محمد بن سلمان بيسأله المزيع بيقوله أنه يعني إيه رأيك في فكرة الاعتدال الديني مفهوم للاعتدال فقال له أنا أنا مقدرش اديك مفهوم للاعتدال دي كلمة واسعة للغاية علماء المسلمين وفقاءهم بقالهم ألف سنة بيتكلموا في المعضوه ده ومش عارفين يوصلوا لحل المنظومة التي تحير أتبعها لألاف السنين ومئات السنين يا سيدي تبقى منظومة ضاعة أساسا بناء آيل للسقوط عايز أقول لكم حاجة عن كلمة الله الحية الفعالة اللي تغيرك الله علمنا أن كلمته يجب أنها تكون في أدينا وحية في قلبنا وفعالة في حياتنا وليها نتيجة تشفينا وتشفي المجتمع من حوالينا وأنها بتكون بقيادة روح الله لقلبك أنت شخصيا وأنها لا تفرض عليك وعلى مجتمعك صورة معينة تعيش بيها ولكن تفرض عليك أنك تعيش بنقاق قلب وبفكرة الله اللي لا يمكن يقودك إلا للسلام والمحبة أنا بصلي أنه كل واحد مننا النهاردة يبحث الأمر ويفكر هل يمكنك تغيير المنظومة الإسلامية ولا أنت يجب أن تبحث عن طريق آخر الطريق مفتوح للمسيح لك دائما وإلى اللقاء وأشكركم على المتقعة ترجمة نانسي قنقر